تملى وصول حجاج بيت الله الحرام ظهر اليوم إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك قبل توجههم غدا إلى عرفة للوقوف على صعيده الطاهر بتلبية وحمد توجه حجاج بيت الله الحرام صوب مشعر ميناء مجمع الأفئدة وأنسها لتبدأ أولى صفحات الحج في الثامن من ذي الحجة كل عام والذي يحل اليوم مستقبلا نحو مليوني حاج ويقضي الحجاج يوم التروية في وادي ميناء الذي لا يسكن إلا مدة الحج الواقع على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام قبل التوجه إلى عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر وسمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه وتبلغ مساحة مشعر ميناء بحدوده الشرعية نحو سبعة عشر كيلو مترا مربعا وهو من أكبر المشاعر المقدسة وتستخدم مساحة تقدر بمليونين ونصف المليون متر مربع لنصب الخيام من أجل إيواء الحجاج وبهذا يكون المشعر أكبر مدينة خيام في العالم ويحمل مشعر من مكانة تاريخية ودينية ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي اسماعيل عليه السلام ثم أكد النبي محمد عليه السلام هذا الفعل في حجة الوداع ويشتهر المشعر بمعالم تاريخية منها الشواخص الثلاث التي ترمى فيها الجمرات وفيه مسجد الخيف الذي استق اسمه نسبة إلى من حضر عن غلط الجبل وارتفع عن مسيل الماء بالإضافة إلى مسجد البيعة بعض الروايات أرجعت تسمية ميناء لما يراق في هذا المكان من دماء نحر الأضاحي والهدي في أيام الحج وقيل إن التسمية تعود لكون نبي الله آدم عليه السلام تمنى الجنة هناك فيما رأى آخرون أن ميناء سميت كذلك لاجتماع الناس فيها فالعرب تسمي كل مكان يجتمع فيه الناس ميناء فكانت ملتقى الحجاج وجمعهم